إذا نحن غدي نخرجوا عندكم في المناطق لأنه نسمعت واحد العدد ديال الطلبات ديال الجهات دي غادي نجيوا للمناطق غادي نطلقوا مع اليزيلي وغادي نسمعوا المشاكل دياله وخسكم تحاولوا تنضموا هاداك شي ديال المشاكل ما شي واحد بغيت طريقة رئيسية وطريقة ده ده ما يمكنش نجاوب المغرب كله على هادش خسيكون داك شي هيكلي ومنظام واش ستاسيون ديبيراسيون واش مكزارة واش هادا المنطقة كلها وماشي فقط يعني هاد العمل اللي غا نقوم به لأنني غادي نجي باش نستمع لكم ونطلق بكم ولكن بلي غادي نقوم بالعمل ديالي أنا غادي نقوم بالعمل ديالي على جميع الأقاليم مهما كان اللون سياسي أنا أنا رئيس ديال الحكومة ديال جميع المغربة وجميع الفرق السياسية غادي ندافع لهم وغادي إن شاء الله نوجد معاهم ومعاهم ليدوسيه باش يكونوا عندنا ديزيلي من دوسيه اللي نقلبوا عليهم الفيناس موديا لهم ونشوفوا كيفاش في هاد الثلاثة وعشرين وبالخصوص سبعة وعشرين خمسة وعشرين يعني نعطيه واحد دفعة كبيرة لاستثمارات في المناطق يعني في المحليين لأنه أنه نبنس كولاك والسانسوسي يمكن أن يأتي بصفتين كبيرة من المناطق فليهذا كما قالوا بعد الإخوان اللي تدخلوا يعني إخسكم تكونوا رأس مرفوع وبيننا رأي المجهود كبير في ظروفين صعبة ما سهل شيء ولكن الحمد لله ربيك يحل بيبان وإحنا يعني تحت قيادة ديال صاحب الجلالة وتحت يعني العناية دياله لهذه المشاريع كلها غادي نوصل إن شاء الله شوية ديال الصبر ماي هنا بزوان ديفو احنا في حاجة إليكم باش تجيبوا لنا هاتشي باش نجلسوا ونسمعوا ونتصوا المشاكل ديال المواطنين المواطنين راك يعافوا بانا يمكنش تحليهم كل شيء المشاكل ولكن خسهم يعافوا بانا كتسمع وعلى الأقل واحد الطفل اللي قضت عليه بمشاكل التحل وإحنا كحكومة لكم والجميع المناطق الأخرى والأقالي من الأخرى اللي هي ما تبعش يعني في تسير الحزب ديال هذا ولكن راكول لكم داخلين في واحدة تقايبا أغلبية ديال حتى إلا ما كنتوش في يوم راكم في المكاتب الأخرى أننا نعاونكم إن شاء الله في المستقبل ونعملوا واحد شيء مشروع اللي هو في هذا الشي ديال لبزوان ديال يعني لكمين وديال لبروفنس وديال الجهات يكون في واحد مستوى اللي يتجاوب مع التطلبات ديال المواطنين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونوا في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر